اشتركوا في القناة مش بالطريقة اللي انتم متعودين عليها لا رح يكون فيها ايجابيات ومغريات اعيشك بهم ولا رح اعطيكوا سلبيات ودمركوا واخليكوا تحبطوا التوقعات السنة رح تروح مثل اللي متعودين على التوقعات اليومية اللي كانت تنزل اللي هي بيوت 12 بيت يعني احداث حياتك بالكامل من نفسية من مال من تنقلات من بيت من امور عاطفية من امور سفر من امور عمل من امور صحة من امور مكائد من كل الامور رح نحكي عنها تواريخها يعني زي رزنامة فعشان هيك الامر بتطلب منكو ورقة وقلم للتسجيل خصوصا للبيوت اللي انتو بدكو اياها يعني كل بيت رح اشرح البيت هو معناها برج بيصير اسمه بيت على حسب برجكم رح نشرحها بالتفصيل وكل بيت شو معناها وبيأثر على ايش افضل الاوقات لالو اسوأ الاوقات لالو الافضل الاوقات اللي احنا منقول لكم مميزة هاي رح يصير فيها احداث ممكن تستفيدوا منها رح نحكيها فعشان هيك بتطلب ورقة وقلم عشان انتو تسجلوا ما رح اعيشكو بوهم ولا رح احكي لكم اي اش بوهم اللي احنا منحكيه عبارة عن علم مبني على حسابات بدون اي فزلكات بدون اي اوهم ولا انت احسن برج وانت بدك تتجوز وانت بدك تطير وانت بدك تسافر وانت هذا الكلام لا احنا رح نكون يعني محايدين تماما في نقل صورة الابرج وفي نفس اللحظة تواريخ زي روزنامة تستغلها بدون ما ترجع لا اي فلك وتكون ماشي معك بشكل ممتاز جدا وتحسب عليها انت لحالك وتعمل زي خارطة فلكية لا اليك لحالة خاصة فيك اذا اخدت التواريخ زي ما انا رح اذكرها وبنفس الطريقة اللي رح اذكرها اعرف انه انت باذن الله رح تتجاوز يعني سنة رح تكون مهما كانت ضاغطة رح تكون ممتازة بالنسبة لا اليك فعشان هيك يا ريت انه انتو تركزوا ممكن تطلب تسمعها مرة او مرتين حتى لو طلبت انك تحفظها احفظها ما تنسوني من الدعم اذا عجبك المحتوى حط لايك اكتب شير حاول توصلها للناس خلي الناس تستفيد منها ما عجبك المحتوى عادي حط اللي ديس لايك وعمل لي انه ما بدك تتابعني او بلوك او اي اش انت بالدكية انت حر خلينا ندخل على التوقعات مباشرة عشان ما اطيل عليكم المقدمة هاي المقدمة رح تنزل على كل الابراج طبعا اللي انا بحكيه هو بنطبق على البرج وعلى الطالع يعني لما نحكي برج الحمل هو اللي برجهم حمل يسمعوا واللي طالعهم حمل يسمعوا الثور نفس الشيء برجهم وطالعهم اي بنتطبق عليهم وبنتطبق على هدول فخد انت الجهتين ما انه علاقة في البرج الباطن والبرج المش عارف ايش وبرج القمري وبرج المش النازل والطالع هذا ما انه فيه انه برجك الشمسي وطالعك الشمسي لما احكي الحمل موليد برج الحمل واللي طالعهم حمل هم اللي بستفيدوا من هاي التواريخ بحكي عن الاسد برجهم الاسد وطالعهم الاسد هم اللي بستفيدوا عن هاي الامور وكل واحد بقيس على حسب معرفته في علم الفلك معرفة فيه في صندوق الوصف جدول تقدر تطلع منه طالعك فيه موقع بشرح لك كيف تستخرج طالعك منه يعني انا معطيك زبدة الموضوع خلينا نروح على توقعاتنا السنوية برج الميزان طبعا بالنسبة لبرج الميزان واللي طالعهم الميزان رح نبدأ مع البيت الاول بيتك الاول لهو برجك فعشان هيك هذا البرج دائما او هذا البيت بيحكي عن الشخصية والمظهر الخارجي وطريقة التعبير عن انفسنا اتجاه الغير وبرضو محبة الجنس الاخر لا الا هاي الفترة برضو بداية مرحلة جديدة بتكون في حياتك وبرضو في نفس اللحظة بداية انطلاقة اللي بتغربل فيها كل احداث السنة وبتحطها في هذا البيت على اساس انك انت تبدأ بداية جديدة وتغييرات جديدة طبعا هي الفترة اللي رح تتركز عليها بمنظورها هي من من 16 8 لغاية 6 11 وجود الشمس من 22 9 ل 23 10 يعني فترة تعيد ميلادك هي بداية الانطلاق لا اليك الحضوض بتدعمك طبعا من الزهرة اللي هي بتيجي من 16 8 لغاية 10 9 بدك تدير بالك اكثر اشي لانه في هاي الفترات رح يصير فيها ضغط عليك على المستوى النفسي والشخصي اللي هي فترة تراجع عطارد اللي رح يصير عندك في 27 9 لغاية 18 10 وبرضو تواجد المريخ اللي شوي بيخليك عصبي وبيخليك حد الطباع اللي هو من 15 9 لغاية 30 10 اما بالنسبة للبيت الثاني اللي هو اللي علاقة بالاموال هو برج العقرب بيتك الثاني اللي علاقة بالممتلكات والاموال والمكاسب المادية والروحانية والمؤسسات المالية والبنوك والمعادن الثمينة وما يتوجب علينا من استثمار وانتاج وردود افعلنا تجاه الظروف المالية طبعا هاي الفترة رح تكون هي شاملة من 10 9 ولغاية 17 ومن 23 10 لغاية 24 11 اللي ممكن يكون فيها فرص ومكاسب مالية لا لك اقواها ابتيجي في وجود الشمس اللي هي من 23 10 لغاية 22 11 ولكن اكثر الحضوض رح تكون اللي هي من 10 9 لغاية 17 دير بالك من المريخ اللي رح يتواجد عندك من 30 10 ولغاية 13 12 رح يكون موجود في هذا البيت المريخ فعشان هيك شوي رح يضغط عليك ويخليك تصرف فلوس ببذخ يعني ببعنى بدون تركيز او يجيب لك مصاريف من تحت الارض فحاول انك تكون منتبه لهذا التاريخ اما بالنسبة للبيت الثالث وهو يعتبر من البيوت القوية اللي فيها حضوض لالك اللي اللي له على الاقاب السفر القصير والتنقلات والاتصالات ووسائط النقل والاستراد والتصدير والدراسات والهوايات والامتحانات وعلاقتك وعلاقتك مع الجيران والشراء والبيع زي السيارات والتليفونات والاشياء اللي زي هيك وعلاقتك مع الاخوة والاخوات والاقارب المفروضة اللي هم الاقارب المقربين والمقربين من الاصدقاء طيق هاي الفترات اللي رح تتركز عليها ويكون الحضوض فيها هي من بداية العام ولغاية ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمسة احداش ومن اثنين وعشرين احداش ولغاية واحد وعشرين اطناش طبعا هنا الشمس رح تلعب دور كبير في هاي الفترة اللي هي من اثنين وعشرين احداش لغاية واحد وعشرين اطناش ولكن قوة الحضوض اللي محتمل يكون عندك سفر او تنجح بامتحان او مقابلة او تسويق او صفقة معينة او شراء سيارة او شراء هاتف اللي هي من بداية العام وحتى ثمانية واحد ومن سبعة عشرة لغاية خمس احداش بدك تدير بالك اللي هي فترة المريخ اللي هي من ثلاثة عشر اطناش نهاية العام وحتى نهاية العام اللي هو عشرين واحد وعشرين وبدك تحذر برضو من الخسوف والكسوف لانه الخسوف والكسوف رح يكونوا في هذا البيت رح يكونوا الخسوف رح يكون في ستة وعشرين خمسة والكسوف رح يكون في أربعة اتناعش في فترة وجود المريخ وفترة الكسوف والخسوف انتبه أثناء القيادة وبرضه هتول أنك تمسك عصبيتك على أساس أنك ما تحتد وتعصب أما بالنسبة للبيت الرابع اللي هو إله علاقة بالبيت والعائلة طبعا البيت الرابع عندك الجدي أنت وهذا تربيع مع بيتك عادة بيجي فيه نوع من أنواع الصعوبة يعني فيه نوع من أنواع الامتحانات أو الإضطرابات أو الأعطال أو الاهتمامات بصينات وتصليحات منزلية ولكن برضو هذا بيجيب لك لا انتقال لبيت جديد أو ترحال أو دنقال أو شراء عقار أو فرحة بتصير في البيت أو مناسبة معينة طبعا الفترة اللي رح يتركز عليها هي من بداية العام ولغاية واحد اثنين ومن خمس احد عش وحتى نهاية العام طبعا أقواها هي رح تكون بتواجد شمس فيه اللي هي من بداية العام اللي رح تهتم بشؤون البيت بشكل كبير لغاية تسعتاش واحد ومن واحد وعشرين اثناش وحتى نهاية العام الزهرة رح تدعمك بشكل قوي في أمور اللي لها علاقة بشراء أو بيع أو استبدال أو أجار جديد أو تنقل من بيت لبيت اللي هي من ثمانية واحد لغاية واحد اثنين ومن خمسة احد عش لغاية تسعتاش اثناش بدك تدير بالك من بعض يعني المشاكل العاطفية اللي ممكن تصير ما بينك وبين أحد أفراد العائلة اللي هي من تسعتاش اثناش وحتى نهاية العام اللي هو عشرين واحد وعشرين وبرضو فترة تراجع بلوتو اللي هي في سمعة وعشرين أربعة لغاية ستة عشرة ممكن شوي تخلي فيه نوع من أنواع الخلافات المتفرقة ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس وهو أقوى البيوت دائما بيكون للموليد فهو بيتك الخامس وهو بيت قوي جدا بيدعمك بشكل كبير على المستوى الحضوض والعاطفي هو بيت العاطفي والحظ والمقامرة والترفيه والمسرات والأولاد الفنون والملذات وبرضو التجارب الجنسية والرغبات والشهوات المادية والمضاربات المالية هذا البيت طبعا رح يكون قوته من بداية العام ولغاية أربعة عشر خمسة رح يكون قوي جدا وبرضو من ثمانة عشر ولغاية تسعة وعشرين اتناش يعني عندك حضوض كبيرة رح تكون خلال هذا العام القوة الأولى رح تكون هي أساسا ورح تكون من الزهرة اللي رح يكون من واحد اثنين لغاية خمسة وعشرين اثنين موجود عندك وهذا الاشي رح يعزز نقاط قوية جدا لإلك على المستوى العاطفي أو علاقة عاطفية أو حب جديد أو حمل أو ولادة أو أطفال أو أشياء من هذا القبيل ليش؟ لأنه برضو الزهرة ورح يتواجد المشتري برضو من بداية العام وحتى أربعة عشر خمسة وبرضو من ثمانة عشر لغاية تسعة وعشرين اتناش رح يدعمك بشكل قوي ورح يحقق لك كثير من الأشياء اللي كان صعب أنها تتحقق بالفترة الماضية ولكن بدك تنتبه أنه برضو زحل موجود في نفس البيت ولكن رح يأثر عن موليد العشرية الأولى فقط هو من بداية العام وحتى ثلاثة وعشرين خمسة ومن احدى عشر وحتى نهاية العام فعشان هيك موليد العشرية الأولى شوي ما يبلغوك بالحضوض بالفترة هاي أصعب الفترات اللي ممكن أنت تتأذى فيها أو يصير فيها معاكسات أو خلافات ما بينك وبين الأحبة وتحس أنه الحظ تخلى عنك تماما هي من ثمانية وعشرين سبعة لغاية ثمنتاش عشرة وفتر التراجع زحل على موليد العشرية الأولى اللي هي من ثلاثة وعشرين خمسة لأحد عشر عشرة تراجع عطارد اللي بيجي من ثلاثين واحد لواحد وعشرين اثنين برضو إلو تأثيرات سلبية أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السادس إلو علاقة بالصحة والعمل فهو بعض إيجابية وبعض سلبي في نفس اللحظة العمل والصحة والخدمات والطعام والحيوانات الأليفة والحاجات اليومية ومسئولياتك اليومية والمهام والتغذية والحمية وعلم الطب وملحقاته من الأمراض العابرة والحوادث اللي ممكن يتعرض لها الشخص هذا هو البيت السادس اللي هو برج الحوت طبعا هذا رح يكون تأثيره يعني شوي فيها طول خلال هذا العام اللي هي من ثمنتعاش اثنين ولغاية أربعة أربعة من أربعة عشرة خمسة لغاية عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اثناش ولغاية نهاية العام عشان هيك أفضل الفترات للعمل الجديد أو ممكن تحصل على عمل جديد أو تدخل في شيء له علاقة بعملية تجميل أو ترفيه أو أشياء لها علاقة حتى حمية بتنجح فيها اللي هي من خمسة وعشرين اثنين لغاية واحد وعشرين ثلاث الفترة اللي ممكن يعني شوي بدك تدير بالك على صحتك فيها هي من ثمنتعاش اثنين ولغاية عشرين ثلاث أما بالنسبة للمشتري المشتري رح يدعمك بشكل قوي وخصوصا موليد العشرية الأولى من أربعة عشر خمسة وحتى عشرين ستة ومن تسعة وعشرين اثناش وحتى نهاية العام أما بالنسبة للتراجع المشتري اللي شوي رح يأثر عليك اللي هو من عشرين ستة لغاية ثمانية وعشرين سبعة يعني شوي ممكن يخلي في عندك بعض الوساوس أو الأوهام لبعض الأمراض أما بالنسبة للبيت السابع طبعا البيت السابع اللي هو برج الحمل هو بيتك السابع وهو مقابلك تماما هو أي كواكب بتتواجد في هذا البيت بتعطيك حضوض ولكن بالمقابل بتضعف من طاقتك يعني بتكون طاقتك شوي حساسة هذا البيت بيت الشراكي في العمل والعاطفي بيت الزواج بيت السمعة الشخصية الخطبة زي ما حكينا والزواج والطلاق وتوقيع العقود التجارية والأعداء الظاهرين والعالم الخارجي والقضايا والدعاوية القضائية طبعا رح يتركز كل التأثيرات عليه اللي هي أفضلها من عشرين ثلاثة لغاية تسعتاش أربعة أقواها رح تكون من واحد وعشرين ثلاثة لأربعة عشر أربعة وهي رح تجيب فرص لها علاقة بالارتباط أو زواج أو علاقة جديدة أو حسم قضية الطلاق لصالحك أو أمور لها علاقة بمشروع جديد بدك تحذر من العصبية والتسرع من بداية العام وحتى سبعة واحد وبرضو في أشياء بدك تنتبهلها اللي هي يعني فترة وجود الشمس طاقتك بتكون ضعيفة اللي هي من عشرين ثلاثة لغاية تسعتاش أربعة أما بالنسبة للبيت الثامن طبعا البيت الثامن اللي له علاقة بالتركات والديون والضرائب والشؤون المالية المتعلقة بشراكة وصحة أحد الأحبة وبرضو هو له علاقة بالتغييرات الروحانية والمالية والعالم الآخر والجنس والشهوات اللي أشياء هاي بدك تنتبه طبعا أو تركز عليها لأنها رح تتركز من أربعة عشرين أربعة لغاية عشرين خمسة من تسعتاش أربعة لغاية عشرين خمسة ممكن تحصل على ديون أو تحصل على أموال كانت يعني مفقودة أو فاقد الأمل منها ممكن تحصلها أو ترجع لك قمة الحضوض بحل بعض القضايا المالية اللي هي شراكة أو تحصل على أموال الزوج أو يجيك دعم خارجي هي من أربعة عشر أربعة لغاية تسعة خمسة أما بالنسبة لفترة السلبيات اللي هي فترة وجود المريخ اللي هي من سبعة واحد لغاية أربعة ثلاث بدك تنتبه على صحتك شوي إن شعرت بأي شيء غير اعتيادي بدك تراجع فيها الطبيب وبرضو فترة خسوف القمر الجزء اللي رح يصير يوم تسعتاش إحداش أما بالنسبة لبيتك التاسع وهو من أقوى البيوت بالنسبة لإلك اللي هو برج الجوزاء اللي هو بيت السفر البعيد بيت الاتصالات بيت الهجرة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد الفلسفة الدين المعتقدات الروحية الدراسة الجامعية والاستراد والتصدير والأمور القضائية برضو هذا بيت قوي جدا أقوى من البيت الثامن والسابع في أمور القضايا القضائية رح تحقق فيه نتائج جيدة إذا انتبهت للتواريخ واستغلتها لأمور الهجرة أو السفر أو حتى الدراسة الجامعية والامتحانات هي من أربعة خمسة ولغاية واحد وعشرين ستة ومن اثنين وعشرين ستة لغاية احداش سبعة أقواها وجود الشمس اللي هي بتكون بعشرين خمسة لواحد وعشرين ستة ووجود الزهرة اللي رح تعطيك حضوض يعني ما كنت تتوقعها هي من تسعة خمسة لغاية اثنين ستة بدك تدير بالك وتحذر من تراجع عطارد اللي رح يصير في هذا البيت من ثلاثين خمسة وحتى اثنين وعشرين ستة والمريخ اللي رح يتواجد فيه خليك تتسرع أو يعطل عليك بعض المسائل هو من أربعة ثلاثة لغاية ثلاثة وعشرين أربعة فإذا كان عندك امتحان بدك تركز وما تعتمد على الحضوض أما بالنسبة لكسوف الشمس اللي رح يصير في هذا البيت هو رح يصير يوم عشر ستة قبله بثلاثة ايام وبعده بثلاثة ايام بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر اللي هو بيت السمعة اللي هو بيت المركز الاجتماعي والشؤون الحكومية والسياسية وعلاقتنا برؤسائنا وزملائنا في العمل والترقيات وإثبات الذات والمشاريع المهمة كما بدل على الأم هذا البيت يا برفعك فوق يا بنزلك تحت على حسب استعداداتك وعلى حسب يديش انت بتكون مركز بالأحداث اللي بتصير حواليك طبعا هو التركيز عليه رح يكون بمجمل الإيجابيات من اثنين ستة لثمانية وعشرين سبعة إذا استغلت هذا التاريخ اعرف انك انت وكنت جاهز اعرف انه ممكن يجيك ترفيع او منصب جديد او رتبة جديدة او حتى ممكن حتى على مستوى سياسي الاقوى بالحضوظ المطلقة احنا منسميها اللي هي وجود الزهرة من اثنين ستة لغاية سبعة وعشرين ستة دك تحذر من اي شيء بشوه سمعتك ومخالفة القوانين والدخول باشياء او مغامرات ممكن تشوه سمعتك هي من ثلاث وعشرين اربعة لغاية احد عشر ستة اما بالنسبة لبيتك احد عشر اللي هو برج الاسد بيتك احد عشر هو بيت الرغبات والاماني والامال والصداقات والنشاطات الاجتماعية والاصدقاء الموثوق فيهم اللي بيقدموا لك الدعم والحماية واتباع العواطف المتعلقة بالحب العذري هاي الفترة بتيجي من سبعة وعشرين ستة لغاية اثنين وعشرين ثمانية اهم ايش انك تركز بفترة وجود الشمس اللي هي اثنين وعشرين سبعة لاثنين وعشرين ثمانية والزهرة اللي رح تدعمك بشكل قوي وتجيب لك دعم من الاصدقاء اللي هي من سبعة وعشرين ستة لاثنين وعشرين سبعة وممكن يكون مناسبات او حفلات او اجتماعات ويجيك منها اشي يعني لمصلحتك او اشي يعني تفرح فيه ولكن بدك تحذر من العصبية والتقلب في المزاج اللي هي فترة وجود المريخ في هذا البيت اللي هي من 11 ستة لغاية تسعة وعشرين سبعة واخر اشي مع بيت المتاعب بيت المتاعب هذا اللي هو البرج ما قبلك اللي هو العذراء اي كوكب بنوجد في هذا البرج دائما بيكون ضعيف يعني وبتعبك معه هو هذا بيت المؤسسات الكبيرة والمستشفيات السجون وصلاة عرض الفنون والتقييدات والاسرار بيت المتاعب بكل معاني الكلمة هو بيت المحل الكبيرة وبيت الامراض الخطيرة والمهلكة والمزمنة وبيت السجون والمعتقلات والاعداء الخفيين والوحدة والعزلة واللي هي زي الاكتئابات واي شيء مقدر على الانسان فعشان هيك بدك تكون حذر بهاي التواريخ اللي انا رح احكي لك اياها اللي هي من 22.7 ولغاية 22.9 هاي الفترة اللي انت رح تنضغط فيها بشكل كبير ورح تحس انه كأنه الحضوض اتخلت عنك وكأنك دخلت في مرحلتك تئابة كبيرة خصوصا مع وجود الشمس من 22.8 إلى 22.9 رح تشعر بهذا الضغط كبير الزهرة وجودها شوي بخفف عنك الضغط اللي هم 22.7 إلى 16.4 ولكن عند دخول المريخ من 29.7 إلى 25.9 ان شعرت بشيء غير اعتيادي أو مرض أو تعب لا تستهين راجع طبيبك حاول انك تنتبه ما تدخل اماكن مجهولة ما تحاول اتخالف القوانين وتدخل بشغلات كبيرة لأنه ممكن يكون فيه سجون أو يكون فيه مستشفيات فعشان هيك بدك تكون حذر في هذا التاريخ اللي هو من 29.7 لغاية 15.9 هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا العام والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة